بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 بنستكمل معا شابتر 13 اللي هو البلتس وبنشوف الأنواع المختلفة للبلتس أو النوع عندي اللي هو والنوع ده يستخدم بشكل كبير في المصانع والورش لنقل قدرة قدرة متوسطة ما بين بولي وأخرى لنقل من بولي إلى آخر ده اللي هو السير المسطح وده بولي وده بولي وده بولي بين القدرة ما بين الاثنين كمان بحب ننوه إلى أن الفلات بيلتس ممكن أنها تستخدم في الماتيريال هاندلينج ايه هو بقى الماتيريال هاندلينج ده الماتيريال هاندلينج اللي هو مدولة المواد يعني ممكن أن أستخدم السير المسطحة في نقل المواد ما بين محط التشغيل إلى أخرى زي مثلا زجاجات في مصانع التعبئة زي اللاجج أو الأمتاع في المطارات فممكن أن أعمل هاندلينج للماتيريال عن طريق السير المسطحة النوع الثاني اللي هو وده طبعا بياخد شكل حرف وده دي بولي وان دي بولي تو وعندنا مجموعة السيور هنا هي اللي بتنقل القدرة ما بين الاتنين نحب ننوه طبعا إلى أنه في حالة سير واحد غير كافي لنقل القدرة فممكن أن أستخدم زي ما احنا شايفين هنا واحد اتنين ثلاثة سير واحد اتنين ثلاثة ثلاث سيور ممكن أن أستخدم ممكن أن أستخدم أكتر من كده بشارطة طبعا أنه لازم يكون عندي المجاري المجهزة في البوليز أو في البكرة عملية نقل القدرة ده طبعا بيبين علاقة السير هنا فيه احتكاك بيحصل ما بينه وما بين البكرة علاقة السير بالبكرة وهو ده المين فانكشن اللي على أساسها بتتنقل القدرة الاحتكاك فالاحتكاك هنا مهم الاحتكاك طبعا بيمثل مشكلة فيه حاجات كتيرة جدا لدرجة أن انا بضطر أن انا أضيف الزيوت للمطور بتاع السيارة أو للجير بوكس بتاع السيارة عشان يتغلب على الاحتكاك أما في السيور فالاحتكاك مهم وبدونه لا يتم نقل القدرة النوع اللي بعد كده اللي هو السيركولر بيلت وده بيستخدم في نقل القدرات البسيطة لكن فيه مرونة عالية جدا لو لاحظنا أن البكرة دي ركبة على محور رأسي دي كمان ركبة على محور رأسي دي ركبة على محور أفقي يعني حتى المفروض أنه عمودي على الشاشة بالشكل ده فبيديني مرونة أكبر في نقل القدرة من بكرة إلى أخرى بصرف النظر عن وضعها سواء كانت رأسية أو أفقية نيجي بعد كده نتكلم على البلت ماتيريالز أو الخامات اللي بيصنع منها السيور أول حاجة اللاذر أو الجلد ممكن هو يتصنع من الكوتن وأشهرهم على الإطلاق اللي بيصنع من الربر أو المطاط كيفية تركيب السيور عندنا اول حاجة عندنا ده بينقل ما بين بكرة واحد اللي هي الدرايفر وبكرة اتنين اللي هي الدريفن وهلاحظ هنا ده الدرايفر طبعا فهيتحرك والحركة بتاعته في الاتجاه ده كده يبقى ده كمان هيتحرك معه يعني في اتجاه عقارب الساعة في عندي بما أن ده الدرايفر يبقى اتجاه الحركة هنا فكأنه بيشد السير من هنا يبقى ده تايت سايد او الجانب المشدود من السير ده بالطبع هيبقى السلاك سايد او الجانب المرخي اهم ما يميز النوع ده انه الباكرتين بيدوروا او في نفس الاتجاه النوع التاني اللي هو هنلاحظ هنا الاختلاف اللي عندنا طبعا البيلت عامل ايه عامل كروس يعني بيدور كده وبعدين راجع كده تاني طبعا بيحصل فيه احتكاك في المنطقة دي عشان كده ما بستخدموش فيه السرعات العالية لكن اهم ما يميز النوع ده انه لو الدرايفر هنا بيدور كلوك وايز هتلاقي الدريبن بيدور كاونتر كلوك وايز نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة